دشن وزير العمل مفرج الحقباني أو دشن وزير العمل مفرج الحقباني خدمة الاستشارات العمالية القانونية الإلكترونية بعنوان مستشارك العمالي وتطلق العمل هذه الخدمة بأدة لغات لتعريف العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم فيما تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية القانونية اللي تواجه العملاء الخاصة بنظام العمل وقوانينه وذلك بتفعيل آلية التواصل الخارجي مع العاملين وأصحاب العمل من خلال دعمهم وتثقيفهم وتبسيط نظام العمل السعودي ليصبح بمتناول الجميع والحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الرياض وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية لأستاذ زياد الصائغ أهلاً أستاذ زياد أهلاً سلام عليكم حياك الله يعني إذا صرنا نبغى نفهم المصطلح اللي أنتم سويته اليوم هذا كيف ممكن نفهم الاستشارات العمالية أول شيء أرحب فيك بسمية جميع المشاهدين أيها كم فكرة المستشارك العمالية فكرة بسيطة جداً لكنها أيضاً مهمة يعني إذا كان فيه عندك استفسار أو أي عامل في القطاع الخاص أو صاحب عمل أو أي مهتم بنظام العمل السعودي من أصحاب العلاقة ممكن يدخل على موقع التقافة العمالية ومن خلال الموقع فيه خدمة اسمها خدمة المستشارك العمالية الخدمة باختصار تدخل عليها وتدخل بنات الأساسية تدخل استفسارك أو طلب الاستشارة خلال ثلاثة أيام تصلك استشارة قانونية كاملة استرشادية السؤال هنا أستاذ زياد أنه الاستشارة هذه مجانية؟ نعم صحيح يعني يبي يشتكي الجهة اللي يعمل فيها وكذا يجي يشاوركم بعدين يروح يشتكي ما هي بالمسألة مسألة أنا أسألك مسؤولة كتصور يعني فقط لا لا بس خلينا أوضح لكم الصورة أكثر الصورة بشكل يعني أوضح أنه عادة أو قبل حدنا قبل سنتين عملنا دراسة فاكتشفنا أنه في كثير من أصحاب العلاقة من العمال وأصحاب العمل ما عندهم ضعف شديد في معرفة يعني حقوقهم ومواجباتهم نظام العمل كيف تعاملهم مع نظام العمل فعملنا أدد من المبادرات الحقيقة من ضمنها بوابة الثقافة العمالية وخدمة مستشارك العمالي فلهذا السبب الحقيقة وعشان يعني ما نترك المجال للناس أنهم يعني يفسرون الأمور أو يعني يخضعون الاجتهادات الآخرين يعطونهم يعني معلومات قد لا تكون دقيقة يعني قدمنا هذه الخدمة كيعني خدمة إضافية من وزارة العمل لعملائها حتى أنهم يعني يكون يعني الأمر في متنعولهم طيب من الرياض وكيل وزارة العمل لخدمة العملة والعلاقات العمالية لستاذ زيادة الصايق الصايق شكرا جزيلا لك